اشتركوا في القناة الجائزة ترشحت لها عدة لعب منها بايونتا 2، دورك سولز 2، هوردستون، ولعبات شادو أوف مردر لكن اللعبة اللي فزت بالجائزة هي دراغن ايج انكوزيشن الخبر اللي بعدها عندنا عن لعبة بلود بون شركة سوني أخيراً أعلنت عن الغلاف الرسمي حق اللعبة وهي هو الغلاف مثل ما تشوفونا لكن هاي مو كل شيء شركة سوني بعد حطت عرب حلوة حق اللعبة يبين فيه القتال والدم اللي في اللعبة طبعاً اللعبة تكون قتالية بشكل مينون فشوفوا العرض الرابط موجود في الواس حق محبين لعبة باتلفيلد هوردلين إذا كنت حاب تتعرف على اللعبة أكثر وتريد تعرف الأسلحة والمعدات والألوان والسيارات وغيرها من الأشياء الموجودة في اللعبة فيه فيديو في اليوتيوب يبينيك كل شيء حاب تعرف عن لعبة باتلفيلد هوردلين فحق محبين اللعبة إذا حابين تعرفون أكثر الرابط موجود في الواس العرض الثالث حق لعبة باتمن أركم نايت طلع أخيراً طبعاً حطوا هاي العرض في معرض بلاي ستشن اكس برس اللي عرضت فيه وايد العرب وهاي العرض هو الثالث لأنه كان فيه جزئين ما انت شفتوه من قبل بس هاي العرض هو يبين لكم طريقة القتال في سيارات باتمان العرض حلو وشوفوا الروبط موجود في الواس طبعاً العروض وايد اليوم لأن بلاي ستشن اكس برس حطوا لنا وايد عروض بس بعد حطوا عرض حق لعبة دي أوردر 1886 طبعاً هاي العرض شنو فيه حطوا شخصيات يديد في اللعبة في العرض بين هالشي وحطوا طيارة هوائية وهلكابتر بعد يديد في اللعبة الشي يديد اضافوها في اللعبة وروانها في العرض فشوفوا الروبط في الواس واللي يحبون لعب الزومبيز اقدر اقول لكم ان فيه عرض يديد في عطلع حق لابة دايينج لايت تعرفون العرض وين موجود في الواس فهي قناة الحركة هكذا انا اتمنى اتواجدكم الحلقة والاخبار لاتصون تدعمونا ببغض على الزر اللايك واعتدر لكم وره ثانية بسبب ان فيه وائد اخبار روابطها في الواس لانه مو اقدر احط لكم العرض بسبب الحقوق في اليوتيوب وغيرها فتعرفون كل خبر تكلمت عنه رابط موجود في الواس العموم تابعونا على فيسبوك ونستجرام و تويتر كم معكم ماكو شكر لكم على المتابعة مع السلامة شباب